وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مدينة الرياض في زيارة رسمية للسعودية استقبله خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصائد مضيفا أن الرئيس السيسي يبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين فضلا عن التشاور والتنصيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة والتي تتطلب تطافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي